يقول فضيلة الشيخ أفقكم الله أهبت واحدا قاربي أرضا حياء منه وما زال الصك باسمي وقد عدت في هبتي لحاجتي لهذه الأرض فهل علي إثم وما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالعائد في قيئه إذا كان الموهوب قضل الهبا فلا يجوز الرجوع فيها إلا للوالد فيما يهبه لولده أما غير الوالد فلا يرجع وينطبق عليه الحبيث العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه فلا يجوز الرجوع في الهبا لا يجوز إذا كان قبضه وقبض الأرض بإعطائه صكها والتخلية تخلية الموهوب له بينه وبين الأرض إذا قل لي بينه وبينها هذا القبر نعم ترجمة نانسي قنقر